بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات المرحلة الثانوية العامة مرحبا بكم على قناة مستر روسف عزة لشرح تبسيط قواعد اللغة الانجزية وحل أيضا التدريبات المختلفة على المنهة بتاعك إن شاء الله في المرحلة الثانوية العامة كاملة بإذن الله كمان شباب معنا على نفس القناة بتاعتنا قناة مستر روسف عزة الصف الثالث الإعدادي أما بالنسبة لطلبتنا وولدنا في المرحلة والصف الاول والثاني الاعدادي فنحن عندنا قناة تانية اسمها قناة انجليزي ابتدائي اند اعدادي ان شاء الله شباب اللي قانا مع طلب طلب الصف الثاني الثاني ونستمر من مع كتاب جيمل عمشين 13 الوحدات التسعة ان شاء الله نهاردة شباب هنختتم الوحدة مع الامتحان اللي جابهن لكتاب الأضواء على هذه الوحدة وبدأتوا موجود على صفحة 165 باسم الله الرحيم على بركة الله ونبدأ الامتحان مباشرة وأؤمنوا الله فيها يجب ان يكون هناك قوانين للمساعدة في كذا لمصادرنا الطبيعية طب نولا دمج يتلف او يدمر ولا ريزارف بمعنى يحجز ولا ديزارف بمعنى يستحق ولا بريزارف معنى يحفظ او يصون هي دي يحفظ او يصون نقول لك فيها دكتورز بليف ذات يعتقد الأطباء أن تشدين أبيوز لها إساءة استخدام الأطفال كان لي تو سيريس يمكن أن تؤدي إلى إيه خطير ومشكلات عاطفية طيب يبقى مشكلات عاطفية ومشكلات لها نوع تاني تبقى ايه خيالي يعني الخيال العلم والحاجات زي كده ولا نفسي ولا بمعنى اقتصاد ولا بمعنى مجرم المشكلات اللي ممكن تؤدي إليها إساءة استخدام الأطفال مشكلات منها ما هو عاطفي منها ما هو نفسي إجابتنا في جمع الرقم 2 ثلاثة بتقول up till now حتى الآن there is no لا يوجد كذب ماشي proof بمعنى دليل أو فرهان that life exists أن الحياة موجودة أن الحياة موجودة وناثر بلانيتس على كواكب أخر طيب يبقى نيجاتيب سلبي ولا داوتفول داوتفول معناها فيه شك وعندي positive بمعنى إيجابي وآخر حاجة فالوليس لا قيمة له حين بقى الجملة مع بعضها معناه خلاص إحنا خذنا كلمة positive معنى الجملة على بعضها حتى الآن لا يوجد دليل إيجابي أو إثبات أو برهان زي مولو proof معناها برهان أو دليل لا يوجد برهان أو دليل أو إثبات ماشي إيجابي على أن هناك حياة على أي كوكب آخر طبعا ما عدا كوكب الأرض آآ نشوف الجملة العقب مننا أربعة بقوله فيها motor racing is really a سباق السيارات حقيقة كذا وجاء فراغ جين بمعنى لعبة that attracts بتجذب بتشد ناحية يعني only adventure seekers أو فقط أولئك الذين يسعون إلى المغامر طيب طب نقول عليها challenging يعني فيها حاجة من التحدي simple بسيط فراج الhash و clear بمعنى واضح challenging game بمعنى لعبة بها تحدي 5 the child is advised to الطفل بينصح أنه كمل a bath before going to bed قبل ما يذهب للفراج every day تمام يبقى نقول give a bath ولا do ولا take take a bath بمعنى يأخذ حمام يعني ايه يستحمى قبل ما هناك الطفل الصغيرة نحميها قبل ما هناك سيدة بولي فيها my teacher is a volunteer in an organization المعلم بتاعنا متطوع فيه منظمة working on wildlife conservation بتعمل على حفاظة الحياة البرية كلمة conservation بمعنى الحفاظ على أو المحافظة على طيب عائسة إنه ما هو عايز مراضي في كلمة conservation ليه المحافظة على أو الحفاظ على طب نقول destruction تدمير الشيء وتحطيمه neglectance تجاهل protection حماية أو بقايا ودوت معناها شك conservation شباب تساوي معايا كلمات protection سابعة أقولك فيها كمال is exactly آه أخذ بالك بها بدأنا كده نخش فيه اللي هي comparative phrases عبارات المقارنة طيب كمال is exactly وجاء في فراغ as نادر آه يبقى كده اللي نايس لك اللي نايس لك كده هو the same age ولا old الصفة في وضعات طبيعي ولا so old ولا older طالما exactly اللي موجودة وجاء هنا هو as يبقى the same وبعد كده هو الاسمه بتكمل exactly the same age as وبكمل لحد لها دي الصياغة الدقيقة لها after the trip بعد الرحلة بعد الرحلة اخي كان وجاء في فراغ tired as my father خد بالك هنا يبقى ليه so tired as ما تجيش almost as tired as آه تنفع الصياغة دي لان هي الصياغة الدقيقة والسليمة تقريبا هما لان كانوا في ناس التعب almost so tired لا بقى لان الصياغة almost مع as مع صفة مع as غير كده لا تمام كده؟ طيب slightly as لا slightly ما يجيش وراها الصفة وضعات طبيعي سليدي تاخد شكل المقارنة لكن almost اللي تيجي الصفة ومعها في شكلها الطبيعي دون ما تاخد مقارنات تسعة بيقول فيها I liked the museum أنا عجبني المتح عبيت المتح ماشي يا سيدي the tools كان ايه وجاب لي فراغ خلي بالك more interesting than يبقى هنا مقارنة في صفة طولة المقطع طبعا بالزيادة طالما مور يبقى بالزيادة I expected ماشي lot من غير a almost مش بتاعت زيادة mini مش بتاعت اساسا وضع المقارنة فاضلة far more عشان تبقى ايه عايز يقول ان في زيادة كبيرة جدا في مخضر interesting أكتر مما توقع تحرك مع الشاشة عشان نخلي جملة رقم عشرة هي عنواننا نخليها واضحة أكبر الدرجة ممكنة ولك فيها this bag هذه الحقيبة than the other one من الأخرى slightly heavier مقارنة بالاقل تمام مع صفة قصير المقطع ولا slightly heavy مفيش مقارنة كده يبقى كده دي غلق ما تنفعش almost heavy غير مكتملة خلاص كده as heavy فين as مفيش يبقى من يتبقى اللي فيها مقارنة slightly مع الصفة في شكل المقارنة قصير المقطع واخده زي ما انتا شايف في شكلها كده حتى شبته تورس الساحين جاء بفرق to dive in this area الساحين كذا ان هما يغوصوا او يغوصوا في هذه المنطقة but now they do ولكن هم الان يفعلوا اه يبقى هما ما كانوش يعملوا كده يبقى use the to لا دي فيها إثبات أنا حازن نافي didn't use to come اه هي دي ليه لان هي اللي توضح ان هزي العادة لم تكن موجودة او الوضع او الحالة في السابق واصبحت موجودة الان didn't use to come قال نافي بتاع used to واجابنا الوحيدة الصعيحة اللي انت شايفه الدعم طيب ماشي اقول لك فيها you are driving too fast انت تقود بسرعة شديدة جدا طيب عايزين منه can you drive هلك ان تقود وجايب فراغ وبعد كده على انت السفاء ماشي يبقى دا معناه ان الحالة اللي موجود عليها عايز يهدي شوية عايز يهدي شوية خلاص كده طيب يقولها مقارنة الصفات مفيش مقارنة هنا ولا ماتش الصور مفيش مقارنة برضو طيب ليه تسلولي ما تنفعش مستر too slowly اللي قدامك ما تنفعش انها توضح عكس الحالة الاولى تماما هو مش عايز العكس يعني مش عايز انتقل للسرعة جدا للبطء الشديد جدا لا عايز يقلل السرعة يبقى يقول له a bit slowly a bit slowly هو الحكاية مجرد يطلب لتقليل السرعة فقط مش ان الانتقال من too fast to slowly غلط لا a bit slowly بمعنى ابطأ بدرجة يعني اقل ايه من السرعة اللي انت شغال عليها نحرك الشاشة عشان نقوح لجنة رقم 13 بلو فيها it's inno جاب للفراغ بعد كده to learn a language انه كذا ان انت تعلم لغة in a country في دولة where it is spoken حيث يتم التحدث بها عايز يقول ايه ان الواحد يتعلم اللغة في بلدها اسحب طيب تقول ايه more easier more ما تنفعش معها صفقة سيد مقطع as easy طفين بايها as easy as فينها مش موجودة اه على الوقت easier تنفع على الوقت تيجي معها صفقة سيد مقطع اخضيها بالشكل المقارنة زي ما انت شاف كده ماشى طيب almost مع تفضيل ما عندناش التفضيل احنا بنود احنا اساسا عبارة اسمها ايه اسمها comparative phrases عبارة المقارنة مش التفضيل اتشعب اللي فيها جينز مالوبة وجايف فراغ in different colors الجينز كزا البنتونت الجينز يعني فيه الوان مختلف لسه بيكمل بطنو زيدو ولكنها الان ده بتحصل يعني انت جاة يبقى ده معنى انا قبل كده ما كان الشي بتيجي طب ما ينفعش اقول انا مش بتكلم عن المضارع انا بتكلم عن الماضي انه مش بس كده انا عايز ومنفي يبقى ده انت يوستوكم شيء لم يكن موجود فيه الماضي ولكنها اصبح موجود في الحاضر تديني معنى حكس اللي انا عايزه ازاي يقول ان هي بطنو زيدو ازاي كانت موجودة ودلوقتي موجودة طب لقى ما فين التناقض هنا ما ينفعش ده انا عايزه جملة الطرف الاول يناقض الطرف التاني ما كانش موجود زمان الوان متعددة في الجينز لكن دلوقتي بقت موجودة وده متحقق في الاختيار طب انت هو ايه اللي خليك خليتك حطيت ما فيش اموال از وال ار ولا وزور ايه حاجة تبقى كده الصياغة خطأ ناكد على الصياغة بيه ايجابة هي سعيها في جونة اربعتاشر خمس شبولة كفية عندما كنت صغيرا والمقصود بقى ممكن تكون عندما كنت شاب ماشي اي كذا ثن ثن معناها نحيف وكان عنده مشكلات صحية كتير طيب ربينا عافية طيب يقول ايه وز ولا قولها ولا قولها ولا قولها طيب موجودة زمان وتغيرت دلوقتي يبقى انت تستخدم معها مع فعلة في المصدر طيب يا مستر ليه ما اخدناش ود بيه مش انتو قلتو لنا ان ود بيه ممكن تكون بديلة فاكد قلنا لك امتا تكون بديلة لها لما تكون عن فعلة متكررة او حدث متكرر او ما لذلك لكنها ما تقدرش تستخدم مع الافعال التي تمثل وضع او حالة او هيئة او وظيفة كانت موجودة في السابق وتغيرت في الحاضر هنا فير بتو بيه من الافعال اللي مقدرش يستخدم معها ود مقدرش يستخدم معها ود لانه بغير بيعبر عن وضع وحالة او هيئة كان عليها هزا الشخص في الماضي تغيرت في الحاضر الوحيد معها هو يوز تو وليس ود نحرك الشاشة الروح للقطعة اللي بتتكلم عن اختراع من الاختراعات المهمة جدا في العصر الحديث وهو الروبوت او ما يعرض باسم الانسان الالي الانسان الالي ده عبارة عن نوع من انواع الالات والتي يتم بتوصيلها بكمبيوتر لكي يعطيها اوامر من اجل الحركة وتنفيذ التعليمات التعليمات اللي انت بتدها لها جاية من الكمبيوتر ممكن تقول له ممكن هنا هو طبعا المعلمات تقول له اعمل او ما تعملش هذه المعلمات الموجهة من الكمبيوتر لا تخطئ الا اذا انت ادتوا امر خطأ في الحالة دي لازم يخطئ روبوت يخطئ لما ان انت اديت الكمبيوتر معلومة خطأ وصل الكمبيوتر لروبوت خطأ يبقى فيه خطأ لكن غير كده هذا لا يخطئ اللي هو روبوت يعني روبوت موجود في كل حاجة محيطة به موجود روبوت في مصانع السيارات يعمل لك سيارات موجود في استكشاف البراكين وكمان بعض الروبوت تستخدم كآلة للكنز ماشي بعض روبوت موجودة للتعرف على الكلمات تعرف على الكلمات وكمان ممكن يساعد في الرد على التليفون وعندك برضو الروبوت بعضها بيبقى الشكل وشكل الانسان لكن في بعض الروبوت معظمها طبعا مش بيبقى الشكل الانسان بنقول ان الروبوت هي آلة وفي حالتها وشبهها بتبقى توجبه الان طيب امت بقى بدأت فكرة الروبوت عند الانسان الانسان في ذهنه وفي تفكيره الروبوت من اكتر من الفين سنة والدليل على كده ان فيه شاعر مشهور تمام هذا الشاعر كان اسمه هومر تخيل ان فيه روبوت مصنوع من كله من الدهب كان بيقوم به تنظيف الاشياء وصنعه لكن بالحقيقة طبعا ما كانش فيه روبوت لحد فترة لحد فترة قريبة جدا في العام 1961 تم صناعة اول روبوت وده كانوا بيسموه يونيميت وده كان بيستخدم في مصانع السيارات ده اول جهاز روبوت حقيقي تم تصنيعه في العام 1961 يتوقع الكادم الخلاقات اللي قدامنا ان في المستقبل هيزيد موضوع الروبوت وهيبقى موجود فيه كل مكان اما لان هم هيعملوا بها اشياء الانسان ما يقدرش يعملها او انت مش عايز تعملها كانسان يعني او هيعمل اشياء بتكون خطيرة جدا على الانسان ان هو يقوم باده طبعا الروبوت هيساعدنا فيه اطفاء الحرارة الروبوت كمان بيساعد فيه الحروب الروبوت بيساعد فيه محاربة الامراض وكمان هيساعد فيه استكشاف الاشياء والروبوت هيساعد على ان تكون الحياة افضل طبعا ديها معلومات كتير جدا عن الروبوت بيتوقعها الكاتب منها ما هو موجود الفعل ومنها ما هو يطمح اليك نبدأ بالاسئلة سؤال 16 بداية الاسئلة على قطعة الروبوت لا يخطئ ولا حتى يتعب ولا حتى يشكو ليه؟ لانه آلة تزقمشين آلة الآلة لا بتتعب ولا بتشتكي ولا بتخطئ ولا اي حاجة نروح لي الجمرة العقم 17 ولك فيها كما تم استخدامها في الفقرة الاولى الحاجة الخاصة ليست ايه؟ ليست طبيعية انها خاصة نروح لجمرة العقم 18 ايه الهدف الاساسي للفقرة التانية اللي كان الفقرة التانية الفقرة اللي تبدأ بعبارة روبوتس الار ار اول الاراوند اس دي الهدف منها انها لانه الاراوند اس الار اشياء اللي ممكن عملها الاراوند اس بتوصفها لك هذه الفقرة السؤال تصعد اشقول لك فيها باستخدام المعلومات انت باسش في القطعة ازا قاعد كدليل ليك اي من هذه اي من اربع استخدامات دي ها اللي ديك افضل استخدام الروبوت ان احنا عشان نستخدمه يساعدنا في استكشاف كوكب المريخ اي شو بولك فيها كيف للكاتب فيل يشعر اباوت روبوتس يعني زيقول لك اي شعوره نحت الروبوت بيحبه بيكراهه انتجاهه سلبي ايجابي هو شايف ان الروبوتس ان الروبوتس اه اشياء مفيدة جدا ومعينة جدا واحدة شو بولك فيها الروبوت بيتلقى التعليمات بتاعته منين بيتلقاها من جهاز كمبيوتر جهاز حاسب ال نحرك الشاشة اللي سؤال 22 هو اللي واضح قدامنا الروبوتس يسيطر على زين الانسان وتفكيره اكتر من الفين سنة بدليل القصيدة اللي احنا قلنا عليها من شوية فيها التعليمات بقولها فيها الروبوت مختلف عن الانسان لانه ايه لانه لا يعترض عليه شيء لتقول له عمله نتحرك مع الترجمة وهو نبدأ بالترجمة بلغة الانجليزية الاول فالجام المناسبة لينا في الحرف سي نحط عليها علامة نرجع نقش كده مع بعض ونشوف احنا ليه اخترنا الاجابة دهية وتركنا باقي الاجابة تعال نقرنا بالراحة كده تمام؟ خلينا لحد جزء ده ماشي خلينا لحد الجزء ده من الجملة بقولك فيها يحتاج مجتمعنا الى المزيد من الفرد الذين يمتلكون قيما اخلاقية حميدة من اجل النمو والتطور بالطريقة الصحيحة فالاخلاق هي حقا افضل علامة للمجتمع المتحدد قارن بقى يحتاج مجتمعنا الى القليل لا هو ما قالش القليل قالك ايه مور يبقى ما تنفعش طيب اللي بعدها يحتاج مجتمعنا الى المزيد من العمال ماله بالعمال هو ما قالش عمال ما قالش عمال ولا حاجة من ده طيب قارن بقى اشوف له غلطة تاني ماشي لحد يبقى الذين يمتلكون قيما اخلاقية حميدة من اجل النمو والتطور ماشي بالطريقة التقليدية انها هو بقى الغلطة هي مش طريقة التقليدية ولا حاجة هي طريقة صحيحة خلاص كده ايه بتجد غلطة تاني كفاك الجملة دي تحتاج بدل يحتاج خليها تحتاج وبيتنا ومجتمعنا خليها بيتنا معناها مجتمع طبعا انت عندك غلطتين هنا هو يعني احنا لو اكتفينا بالغلطة بتاع بيتنا الجملة خلاص انتهت روح لي الجملة باللغة العربية وبيقولك فيها للهواية التأثيري ايجابي على صحتنا فالقراءة هواية مفيدة جدا لانها تحفز عقلك ويقول خبراء ان لها تأثيرا مهدية فهي يمكن ان تخفض مستويات الاجهاد وتساعدك على الاستخدام طيب الجملة المناسبة لنا في الحرف ايه نحط عليها خط الاول ونرجع نقارنها مع العربي بالانجليش طبعا عشان نشوف الجملة ماشية ازاي طيب بيقولك فيها للهواية تأثير ايجابي على صحتنا جملة متقلة ونجيبها جملة صغيرة وحلو خطس فالقراءة هواية مفيدة جدا لانها تحفز عقلك خلينا نلتجوز ايه ده فالرقس كده ريدنج از اذاري يوسف الهابي بكوز ات موتيفيتس يور ماين جميل هه كمبل ويقول الخبراء ان لها تأثيرا مهدئا تمام كده يور مايند عديز بالسعير الحد هنا والفلسطوب نكمل فهي يمكن ان تخفض مستويات الاجهات وتساعدك لاسترخاء اتنا طبعا اللي هي البديل فهي خلاص كده جمل جد قارن به ماشي كلمة معناها عاطفة وليس تأثير يبقى كده غلطت كده الجملة الكلمة دي غلط معناها سلبي لا هو مالش سلبي بالعكس ده هو بيقول ان هو ايجابي يبقى دي كده غلطة خلاص خلت الاختيار سي ما ينفعش اللي بعدها تمامهم ماشي كلمة معناها بلا فائدة لا بالعكس يقول لك ايه يقول لك فالقراءة هواية مفيدة يبقى انت كده اخطأت في الترجمة يبقى الافتيار خطأ نتحرك مع السؤال الاخير وهو رأيت عن اسم مية وتمانين كلمة عن ايه ليه الحفاظ على التنوع البيئي على الارض مهم جدا التنوع البيئي يقصد بكل الكائنات والنباتات تمام سواء كانت حيونات او نباتات او طيور او ما الى ذلك التنوع البيئي لهذه الكائنات مهم جدا ليه؟ يعني مثلا لو انت قضيت على منطقة فيها مجموعة من مثلا الاسود لانها حيوانات مفترسة مثلا قتلت الاسود وكل الكائنات مفترسة في منطقة ما ايه لا يحصل ده يؤدي الى زيادة اعداد الحيوانات العشبية باعداد رهيبة جدا ما يؤدي الى انها تأكل جميع الخضر الموجودة في المكان هتبص تلاقي المكان تحول لصحرا طيب ولو عملت العكس لو قتلت كل الحيوانات الخضراء علشان تلاقي الاسود سابت هذه المناطق وبدأت تروح تدور على كائنات تختلصها فمنطقة تانية ممكن تجي ناحة البشر يبقى لا ده ينفع ولا ده ينفع للقضاء على الاسود ولا القضاء على ده ينفع يبقى انت محتاجة تعمل موازنة تمام يبقى لازم يكون فيه التوازن البيئي موجود لان كل الكائنات محتاجة لبعض تعمل لحاجة تاني لو قطعنا الجغابات الخضراء عشان نصنع بها اساس ومنتجات خشبية وما إلى ذلك هل لا يحصل هترتفع نسبة ثاني وسيد الكربون ولا يحصل الانسان يحصل لاختناقات طيب ماشي يبقى ده مشكلة لازم تحفظ في حاجة تاني الكائنات اللي موجودة في غابات المطيرة هتموت وهتلاقيها انقرة فكلها حاجات ايه كائنات المحتاجة لبعضها طبعا انت محتاج تحافظ على التنوع البيئي وكمان محتاج على النداء طبعا الكوكب الارضي علشان الكوكب يستمع كده شوفكم انتهى الامتاحان اللي كان جايبه الكتاب اللي هضوع على الوحدة التاسعة لكن تتبقنا معك اللي هم تنتهي بعد ان شانت اصدام في المزيد مع معلم خبير اللغة الاجتماعي السلام عليكم وبركاته